موسيقى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يؤدي زيارة تفقد وطلاع لنماذج من العتاد العسكري ضمن خطة تحديد هيكلة الشيش الوطني موسيقى الجمعية الوطنية تصادق على مشاريع قوانين تتعلق بتنمية التسير الجبائي والقدرة على الصمود وتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية موسيقى 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 أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله أهلا بكم لا تفاصيل مسائية الموريتانية لهذه الليلة ترافقه في شزئها الأول بلغة الإشارة الزميلة أسمامة عثمان أدى فخامة رئيس الجمهورية القائد العلى للقوات المسلحة سيد محمد الشيخ الغزواني أمسي زيارة تفقد وطلاع لنماذج من العتاد العسكري تم اقتناؤها مؤخرا في طار تحديث هيكلة مختلف الجيوش البرية والجوية والبحرية وقدمت لفخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له عروض مفصلة حول الخصائص الفنية للنماذج التي شملتها الزيارة والهدف من اقتناء هذه الترسانة المتطورة من العتاد الحربي موسيقى نموذج من عتاد وتقنية حديثة دخل مجال الاستخدام مؤخرا ليقفز بالأموة الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة مداءات أرحى إنه نتاج عمل متكامل ترجمت فيه التعحدات ببناء جيش قادر على مواجهة التحديات ضمن وضع جيوستراتيجي إقليمي عالمي وأمني مضطرب مع خطط محكمة للذود عن الحوزة الترابية للوطن بما تمليه المسئولية الوطنية وحسن الجوار والحضور الإقليمي والدولي صيانة للسلام وحفاظا على الاستقرار وعلى وقع تجسيد هذه الرؤى والمبادئ كان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني القائد الأعلى للقوات المسلحة حريصا على الحضور شخصيا لتفقد نماذج من هذه الترسانة الحديثة فاستقبلته الموسيقى العسكرية بعزفها والفرق التي قدمت له تحية الشرف محاطا بوزير الدفاع الوطني وقائد الأركان العامة للجيوش والقائد المساعد للأركان العامة للجيوش والمفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن والأمن العام لوزارة الدفاع الوطنية وقادة الأركان البرية والجوية والبحرية وبعض من ضباط الأركان العامة للجيوش هنا تلقى رئيس الجمهورية عرضا مقتضبا حول ملامح التحول الكمي والنوعي في العتاد والترسانة وكان نموذج الطفرة في مجال السلاح الجوي أحد جوانب هذه الجلسة عبر متابعة فيلم قصير تطرق لجانب من تفاصيل دخول مسيرات استطلاع هجومية ودفاعية الخدمة لأول مرة مسيرات يصل مداها ألفي كيلومتر كشعاع بما يعادل أربعة آلاف كيلومتر ذهابا وإيانا ومزودة بستة صواريخ ذاتية التوجيه يصل مداها إلى أربعة عشر كيلومتر ومن ارتفاع قد يصل إلى سبعة آلاف وخمسمائة متر تعمل هذه المسيرات لأكثر من ستة وثلاثين ساعة في الجو وبالتناوب وهي تخضع للقيادة المباشرة لفرقة العمليات بمركز التخطيط والقيادة العملياتية كما أن هذه المسيرات مزودة بكاميرات رؤية عالية الجودة تقوم بمهام المراقبة والرصد والتوجيه العرض المرئي هذا تبعه رئيس الجمهورية بالوقوف ميدانيا على بعض العتاد المكون من دبابات ومدفعية ومركبات ومحطات رادار ومنصات إطلاق صواريخ تدور محطات الرادار هذه في شدة الاتجاهات وسط مجموعة من المدرعات والدبابات والمدافع الثقيلة والصواريخ التي تعمل بنظوم رصد وكفاءة تعززها منظومة تقنية فائقة الدقة رئيس الجمهورية استمع للشروح المبينة لأنظمة عمل هذه الترسانة وتساءل عن مختلف الجوانب المتعلقة بمدى مطابقة هذه المعدات لمعايير الفاعلية وسبل السلامة مع استجابتها للتعاطي مع مختلف الظروف والبيئات القتالية بالسرعة المطلوبة وفي هذا السياق وجه سيادته تعليمته بالعمل على صيانة هذه المكتسبات وتعززها دوما حفاظا على الأمن الوطني ومساهمة في صناعة السلام في المنطقة يودع عن مستقبله على أنغام الموسيقى العسكرية وتحية الشرف التي قدمتها فرقة من الجيش الوطني في شأنه البرلماني الصادقة الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم في الواكشوت برئاسة محمد بومبو ماغت رئيس الجمعية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق الاتفاقيات المصادقة عليها بتنمية تسيير الجبائي والقدرة على الصمود وتمويل المشروع المدمج لتعبئة المياه السطحية صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة محمد بومبو ماغت رئيس الجمعية على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تمويل موقعة بين بلادنا وكل من الرابطة الدولية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراحية وتتعلق الاتفاقية المصادقة عليها بتنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود وكذا تمويل المشروع المدمج لتعبئة المياه السطحية إضافة إلى تمويل مشروع التسيير المستدامي للمواد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المتخبين الريفيين وأشاد النواب في مجمل مداخلاتهم بأهمية مشاريع القوانين المذكرة مذمنين أهمية الأهداف المعلن عنها في مشاريع القوانين مبينين مخاوفهم من أن تؤدي الوترة التي تسير بها القروض إلى العودة بالبلاد إلى مربع المديونية الذي خرجت منه بصعوبة مطالبين بوضع آلية فعالة تضمن متابعة أداء هذه المشاريع والتأكد من أن التمويلات الممنوحة له تصرف في تحقيق الأهداف التي رصدت لها وتقييم عكاساتها الفعلية على المستفيدين منها وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبدالسلام والمحمد صالح أن مشروع الاتفاقي المخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود تتمثل أهدافه بتعزيز أسس الإدارة الجيدة للمالية العامة والديون من أجل تحسين إدارتها وشفافيتها بالإضافة إلى أسس اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة تداعيات التغير المناخي منوها إلى أن الغلاف المالي الإجمالي للقرض يبلغ ستة وثلاثن مليون ومئتي وحدة حقوق سحب خاصة مقسمة إلى قرضين مدعومين أما فيما يتعلق بمشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية فأوضح فيه أن المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية الحالي يتنزل في إطار البرنامج الوطني لرئيس الجمهورية الهادف إلى إنجاز مئة سد لتخزين المياه السطحية مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم بتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنفاذ للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030 وأشار إلى أنه يهدف إلى بناء ستة وثلاثن سدا لحجز المياه الجارية بغرض تطوير الأنشطة الفلاحية والرعاوية حول هذه السدود فضلا عن إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي في البلد وتوفير الدعم الهيكلي لتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي والحكامة القطاعية وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على تعديل الاتفاقية الموقعة يوم 15 فبراير 2025 في روما بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية المخصصة لتمويل مشروع التسليل المستدام للمواد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين الموقعة في الثالث والعشرين يوليو 2020 فأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة أن المشروع يعمل على تحسين الظروف المعيشية للساكنة الهشة من خلال تكثيف الأنشطة الزراعية الراحوية وتحسين مستوى النشاط الزراعي والحيواني والتشغيل في الوسط الريفي وأضاف أن مكونات المشروع تشمل التسليل المستدام للمواد والتربة والاستثمارات لصالح التنمية البلدية والتنسيق والتسليل والمتابعة والتقييم في مناطق تدخله مبرزاً أنه يهدف إلى تمكين الفقراء في مناطق الريفي من النفاذ المستدام إلى المواد الطبيعية والتجهيزات الجماعية عقد وزير شؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج محمد سارم المرزوق مساء يوم بمكتبه جرسة تعمل مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن محمد بن حمود البوسعيدي الذي يؤدي حالياً زيارة لبلادنا تطرق اللقاء إلى بحث علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين في موضوع آخر أشرف وزير الدفاع الوطني والداخلية والمركزية الصباح اليوم على انطلاق مناورات الزبار العسكرية 2024 التي تنظمها قيادة أركان الدرك الوطني تهدف هذه المناورات لتعزيز قدرات عناصر الدرك الوطني في مجال حفظ النظام والأمن العام على طريق واكشوت روسو كانت الانطلاقة الرسمية للتماريل العسكرية والأمنية المنظمة من طرف قيادة أركان الدرك الوطني تحت اسم أسبار 2024 وذلك في إطار مناوراتها العسكرية والأمنية السنوية تحت إشراف وزير الدفاع الوطني حنن نول سيدي رفقة وزير الداخلية والمركزية محمد أحمد المحمد لمين وقائد أركان الدرك الوطني الفريق عبدالله والأحمد عيشة وقد بدأت هذه المناورة باستعراض الوفد الوزاري رفقة قائد أركان الدرك الوطني للوحدات المشاركة قبل أن يتابع الحضور عرضا قدمه قائد أركان الدرك الوطني الفريق عبدالله والأحمد عيشة حول حيثيات هذه المناورة العسكرية والأمنية وتقام مناورة أسبار 2024 هذا العام بالتزامن في كل من واكشوت والوذيب والخط الرابط بين كل من مدينتي ألاقوكي هيدي والعيون وكوبني يشارك فيها 1500 فرد موزعين على 20 سرية تستخدم 200 آلية ما بين مدرعات وشاحنات لوجستية وسيارات رباعية الدفع مجهزة بالكامل أفرادها وعتادها ويدخل تنظيم هذه المناورة كسابقتها بإطار حرص قيادة أركان الدرك الوطني الدائم على مواصلة تدريب أفرادها بشكل مستمر في كافة المجالات ذات الصيلة بعمل القطاع ومسايرات التطورات المتلاحقة لتمكينهم من ممارسة المهام المنوطة بهم على أكمل وجه وتهدف هذه المناورة من بين أمور أخرى إلى محاكاة الواقع وجعل مختلف تشكيلات قطاع الدرك الوطني في جاهزية دائمة لحفظ النظام والدفاع عن الحوزة الترابية من خلال التكوين المستمر وتدريب القيادات والأفراد على أداء المهام العسكرية والأمنية الموكلة لقطاع الدرك الوطني والتأقلم بشكل دائم مع الأوضاع القتالية وتلك التي يتطلبها حفظ النظام وبسط نفوذ وسيادة الدولة كما يهدف هذا التمرين إلى اختبار مدى جاهزية الوحدات والتحضير بشكل جيد ودائم للأفراد والآليات وكافة الأدوات التي تدخل في إطار عمل القطاع في عموم التراب الوطني وتم في إطار مناورة أسفار 2024 إجراء سلسلة من التمارين الميدانية تركزت على حفظ النظام وفرض احترام سلطة الدولة والقتال التلحمي بالإضافة إلى الرماية وبعض التمارين الأخرى التي أبان من خلالها أفراد القطاع عمدى جاهزيتهم وقدرتهم القيام بكافة المهام العسكرية والأمنية الموكلة لهم وخلال حضوره مختلف التمارين المنظمة في إطار هذه المناورة قدمت لوزير الدفاع الوطني والوبد المرافق له شروح مفصلة من طرف القائبين على هذه المناورة حول طبيعة تلك التمارين والأسلحة المستخدمة بها حضر الانطلاقة الرسمية لهذه المناورة المدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الحرس الوطني والمفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقائد أركان الدرك الوطني المساعد والمندوب العام للأمن المدني وتسير الأزمات وعدد من الضباط قادة المكاتب والمديريات بقيادة أركان الدرك الوطني نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة ليون في الواكشوت ورشة للمصادقة على التقرير المتعلق بالمراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024 وقد تم خلال الورشة تقديم مسار اعداد التقرير وعرض مضامنه وجهود بلادنا في القضاء على الفقر وتعزيز يولوج السكان إلى الخدمات الأساسية يرمي هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة إلى وضع اللمسات الأخيرة على تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية الخاص ببلادنا وسيقدم هذا التقرير إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2024 وذلك بعد مسار من العمل المثمر منذ أن تم قبول البلاد من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إن الخلاصة الأولية لمشروع المراجعة والمعد من طرف وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكشف مدى العمل الجادة الذي قامت به بلدنا من أجل القضاء على الفقر المطقع وضمان الولوج للسكان إلى الخدمات الأساسية في ظل انتهاج نموذج حكامة فعالة كما عملت بلادنا على مكافعة البطالة والإقصاء من خلال إنشاء شبكات أمان اجتماعي ناجعة عملت على تعزيز الحماية الاجتماعية ولقد كان من الضروري لتنفيذ هذه الرؤية بكفاءة موامة استراتيجية النمو المتسارع ورفاه المشتركة 2016-2030 مع أهداف التنمية المستدامة مما مكننا من تحديد 58 قاية تم اعدمادها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة قد حققت بلادنا على مدى الخمسية الماضية زيادة معدلة الوصول إلى المياه الشرب والكهرباء على التوالي إلى 72% و53% في السنة 2023 كما ارتبعت حصة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة من 18% في عام 2015 إلى 34% عام 2022 من جانبها المنسقة المقيمة للممتحدة في بلادنا وكالة من جايف فاتي شارلوت ثمنت مستوى تنظيم وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة لهذه الوارشة الرامية إلى تقديم وإذراء تقرير موريتانيا حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذن سيتم تقديمه للمتدى السياسي الرفيع المستوى حول أهداف التنمية في نيويورك مبرزة أن الاقتصاد الموريتانية شهد قدرا من المرونة على الرغم من تزيير كوفيد والحرب في أوكرانيا وبينت المسؤولة الأممية مضيها في مساعدة الحكومة الموريتانية من أجل بلغ أهداف التنمية المستدامة فعاليات تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية تميزت بعرضين تناول الأول منهما الأليات المناسبة من أجل التفكير في مسار الإعداد فيما تناول الثاني تقديم ملخص عن التقرير المتعلق بأهداف التنمية المستدامة كما تضمنت فقرات هذا الحفل سكاتشات قدمها الأطفال تطرقت إلى أهداف التنمية المستدامة وما ينتظر منها من تحقيق للرفاه المشترك أطرقت وزارة التحول الرغمي والابتكار وعصرانة الإدارة صباح اليوم برنامجا للتكوين في مجال الألياف الضوئية يهدف هذا البرنامج التكويني لتطوير مهارات الشباب خارج المراكز الفنية للتكوين المهني في بلادنا بعد انقضاء مرحلة التكوين المهني التجريبية تأتي الانطلاقة الفعلية لبرنامج التكوين للشباب الحاصلين على شهادة فني عالي وفني من المراكز الفنية في البلاد الذي تنظمه وزارة التحول الرغمي والابتكار وعصرانة الإدارة البرنامج المنظم بالشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمعهد العالي للرغمنا وشركتي هواوي وموريتل يهدف إلى توفير مهارات جديدة وفرص عمل متزايدة للشباب تمتع بلادنا ببنية تحتية وطنية تمتد لأكثر من 5500 كم هناك خطط لإضافة نحو 2300 كم من البنية التحتية الوطنية للأبب وصرية بهدف ربط جميع عواصم الولايات والمقاطعات وإنشاء حلقات لضمان قدر أكبر من المرونة وتحسين جودة الخدمة كما تهدف المبادرات الخاصة الأخرى التي نذمنها بشكل كبير إلى نشر المزيد من أجزاء الكابلات لخدمة أسواق النطاق العريض الاستراتيجية وتحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق تغطيتها الجغرافية ومع ذلك فإن تحقيق الجدوى الاقتصادية لهذه البنى التحتية الرقمية وتشغيلها وصيانتها لتطلب وجود مهارات وطنية مؤهلة وقادرة على تقديم المنتجات والخدمات وفقاً للمعايير البنية المعتمدة سفير جمهورية الصين الشعبية ليبي جون استعرض أوجه التعاون والعلاقات بين البلدين خاصة في مجال تدريب الموارد البشرية موضحاً أن بلاده تقدم برامج تدريبية تقنية لصالح المهنيين الموريتانيين بهدف زيادة فراص العمل وتعزيز التنمية مؤكداً أن هذا التدريب المشترك حول تكنولوجيا الألياف الضوئية بمذابة استكشاف ناجح من شأنه أن يساعد في تدريب المواهب التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين المزيد من الشباب الموريتانيين من اكتساب مهارات في استخدام الانترنت وتعزيز نشر الخدمات الرقمية مما يجعل تكنولوجيا المعلومات محركاً جديداً لتوسيع فرص العمل والتنمية حفل انطلاق البرنامج شمل عرض فيديو للمرحلة التجربية للتكوين المهني على الألياف البصرية الممهدة للبرنامج التدريبي انطلقت اليوم بنواكشوط أعمال الموسم التفكيري للمجلس الأعلى للتهديم بمشاركة عدد من أعضاء المجلس وشخصيات مرشعية في المجال التربوي وسيتلقى المشاركون عروضاً تتناول إشكاليتي إجبارية التعليم وشسور التواصل وتشخيص أبعادهم التربوية إشكالات التعليم تناقش ضمن اليوم التفكيري الأول للمجلس الأعلى للتهديم الهدف إلى مواكبة جهود الحكومة في الدفع بعجلة إصلاح المنظومة التعليمية ينتهج المجلس الأعلى للتهديم مقاربة حديثة تتمثل في تنظيم لقاءات حوارية تجمع أهل الفكر والاختصاص بالمهتمين والمستفيدين من النظام التعليمي يسهر المجلس الأعلى للتهديم منذ تأسيسه على المواكبة الميدانية لتنفيذ الإصلاح وقد أعد لذلك الغرض خطة عمل طموحة تتضمن عدة محاور تتعلق ببناء قدراته الفنية والتنظيمية وتوسيع دائرة الشراكة مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي كما يتطلع إلى أن يكون بيت خبرة متخصص في مجالات التعليم والتربية والتكوين الفنية والمهنية والبحث العلمي ويعول في هذا الصدد على تشكلته المتنوعة وخبرته التراكمية معززة بإسهامكم العلمي المتميز الذي ندشن اليوم إحدى صوره ومن شأن هذا التوجه أن يساعد المجلس على القيام بمهام المسندة إليه بوصفه هيئة استشارية مستقلة في مجالات التوجيه والتنسيق والتقييم وإبداء الرأي والسهر على احترام خيارات التعليم الكبرى كما ستساهم هذه الجهود في دعم وتعزيز وصيانة المكاسب المتعلقة بالمدرسة الجمهورية وخلال يوم كامل سيعكف الخبراء وأصحاب التجربة على نقاش الإشكالات التي تعترض التعليم ووضع الحلول المناسبة لها تابع الحضور أرض مفصلة مشفعة بالنقاش والتحليل تناولت إشكاليتي إجبارية التعليم وجسور التواصل في انتظار الخروج بتوصيات ومقترحات وتشخيص شامل لإشكاليات التعليم في موضوع أخر افتتحت صباح اليوم بمقال الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أعمال الجمعية العامة التأسيسية لقسم المجوهرات وصياغة ذهب بالاتحادية الوطنية لمصانع ذهب ويمثل إنشاء هذا القسم تتويجا لجهود مبذولة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي في إطار سياسة التوسع التي يشهدها الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تأكيدا على محوريته كتنظيم رائد وممثل حصري للقطاع الخاص يأتي انضمام قسم المجوهرات وصياغة الذهب كمكون جديد داخل اتحادية مصانع الذهب بالاتحاد إن التنظيم ودخول القطاعات غير مصنفة وأنتم نموذج لذلك في الإنتاج المنظم والسعي للتصنيع وفق استراتيجية السلطات العمومية يمنحنا اليوم شعور بالاعتزاز بهذه الخطوة الهامة التي نهنئكم عليها والتي ستكون بلا شك قيمة منضافة في هذا المسعى لبناء اقتصاد وطني مندمج ومتكامل رئيس اتحادية مصانع الذهب بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ذمن الحدث مبرزا أهمية انضمام قسم المجوهرات وصياغة الذهب لمجال التعدين الأهلي وشبه الصناعي نتطلع لعمل جاد يربطكم بالاتحادية وأقسامها ذلك العمل الذي نود ترجمته إلى استثمارات كبرى تجعل الباب مشرعا دائما إلى آفاق أرحب للتشارك والإنتاج وتطوير ونماء اقتصادنا الوطني إن اتحاديتنا تعد اليوم واحدة من أهم روافد التنمية الاقتصادية الوطنية في ظل اتحاد أرباب العمل الموريتانيين لمن العام لقسم المجوهرات وصياغة الذهب نوها بجانبي بدعم وتشجيع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لسبيل إقامة هذا القسم إن هذه الخطوة تأتي تتويجا للجهود المستمر لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءا لا يتجزء من تراثنا الثقاذي وهويتنا الوطنية وبدوري فإنني سأبدل قصار جهدي لأن أكون عند حسن عنكم ولن أتدخل جهدا في سبيل تحقيق ما نصب إليه جميعا من رقي وتقدم في إطار عمل من المنظم يخدم اقتصادنا وتنمية مجتمعنا إلى هنا مشاهد الكرام ودع زميلة ياسمامة عذمان التي رافقتني في جزء الأول من هذه المسائية مشكورة بلغة الإشارة في موضوع آخر وفي عاصمتنا الاقتصادية تحتضنت نواديبو الصباح اليوم انطلاق فعاليات تخليد اليوم العالمي للمحيطات يأتي هذا التخليد المنظم قبل وسارة البيئة لتكريس دور المحيطات وأهميتها في تنظيم المناخ تحت الشعار لنقض أعماقا جديدة العاصمة الاقتصادية نواديبو تحتضن تراهرة تخليدا لليوم العالمي للمحيطات الذي يصاره الثامن من يونيو كل عام بإشراف من الأمين العام لوزارة البيئة يدوم العبد والجيد وفق توالي داخلة نواديبو ماحي الحامد وبحضور الأمين العام لسلطة منطقة نواديبو الحرة سيدي مولود إبراهيم وتضمنت فعاليات هذا اليوم تقديم حملات تحسيسية من قبل فرق ميدانية تناولت مخاطر استخدام المواد المنافية للنظم البيئية البحرية كما تم الإعلان عن دمج خليج النجم ضمن المحميات الشاطئية بالإضافة إلى الأهمية الوطنية التي يكتسيها تصنيف خليج النجم فإن موريتانيا بصفتها أحد البلدان الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي تتأهد بحماية ما لا يقل عن 10% من مناطقها البحرية والساحلية بما في ذلك المناطق الأهمية الخاصة بالتنوع البيولوجي والمنافع التي توفرها المنظمات البيئية وحتى الآن فإن مناطق الواقعة بالمحميات الثلاثة الحضيرة الوطنية لحوض هارقين ومحمية الرأس الأبيض التابعة للحضيرة والحضيرة الوطنية لجاولينك تمثل 5.6% من المنطقة البحرية والشاطئية إن دمج خليج النجم في الشبكة الحالية سيرفع موريتانيا إلى ميزيد وقليلا عن نصف تحقيق الهدف 11 مشهود بدوره العمدة المساعدة لبلدية نواذبو نبوها بأهمية هذه الأنشطة للحفاظ عن البيئة وصحة سكان المدينة الشاطئية إننا في بلدية نواذبو نرى أن القرض من تخليد هذا اليوم هو التوعية حول أثر الأنشطة البشرية في المحيطات وخلق حراك عالمي من أجل حماية المحيط وتعبئة الجهود وتوحيدها لتحقيق الإدارة المستدامة لمحيطات العالم كما نذمن عاليا قرار إعلان خليج النجم منطقة محمية طبيعية لما له من محافظة على النظم البيئي القائمة وما سيترتب عليه من التأثير المباشر على بقاء الإنسان وتطور حياته وحياة أجياله كما تطرقت نائبة رئيس الشبكة الجهوية للمنظمات المجتمع المدني بنواذبو لضرورة تكاتف الجهود بين كافة الفاعلين في المجال من أجل بيئة شاطئية سليمة إن تخليد مثل هذا اليوم يشكل فرصة للتعاطي والبحث الخلاق عن أفضل الممارسات ويجب اتباعها في الحفاظ على البيئة التي أصبحت مهددة بتصرفات بعض المتدخلين وهنا نلفت نظركم إلى أخذ مزيد من الحرص من أجل تنمية مستدامة تحافظ على القيم البيئية المتبعة في بلادنا بعد ذلك أدى الوهد زيارة لإحدى المدارس بحي الترحيل تابع فيها نماذج من حملة التهذيب البيئي في الوساط المدرسي بمشاركة الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني ومفتشية التعليم الأساسي بمقاطعة نواديبو وشهدت العروض برامج متعددة شملت تنشطة في مجال التربية البيئية موجهة لتلاميذ المدارس في نواديبو إضافة إلى برنامج خليج النجم ومحمية الرأس الأبيض الشيخ الحميدي الموريثانية مدينة نواديبو في موضوع رياضي اختتبت مساء اليوم بالملعب الأولمبي في نواكشوت فعاليات البطولة الوطنية لرياضة تيكواندو المنظمة من طرف الاتحادية الوطنية لهذه اللعبة وقد مكنت هذه البطولة المنظمة من فرص نخبة لتمثيل بلادنا في المسابقات الدولية لهذه البطولة العالمية بعد ثلاثة أيام من التنافس بين 250 مشاركا من مختلف ولايات الوطن ومن كافة البيئات العمرية وصلت البطولة الوطنية لرياضة تيكواندو المنظمة من قبل الاتحادية الوطنية للتيكواندو بدعم من اللجنة الوطنية الرياضية والنوبية إلى ختامها نحن موجودين هنا إلى جل واحد لأن الرياضة من دور تطوير رياضة في موريتانيا لأن إن شاء الله عندنا هم بهذه الرياضة لأن إن شاء الله نوصلها للقمة ونوصل إن شاء الله ميدالية ذهبية لنفرح بها الشعب الموريتان وتعد هذه البطولة من بين أكبر البطولات التي تنظمها الاتحادية الوطنية للتيكواندو ضمن موسمها الرياضي السنوي البطولة المعدنة اليوم التي فيها الاندير كامل الغربية والشمالية والجنوبية حضروا كاملين وهذا يدل على العمل المعدلة الاتحادية وعملنا في اللجنة الوكية نقدروا ونثمنوا هذه البطولة مهمة لأن هذه الفنون القتالية مهمة لأطفال خصوصا في هذه المرحلة من العمر وأملنا كبير أن هذه الرياضة تنتشر على عموم الترعب الوطني ختم البطولة الوطنية للتيكواندو شهد توزيع الميدالية الذهبية والفضلية البرونزية على الفائزين بمختلف الأوزان والبعاية الأمورية التي ميزت هذه البطولة التي تأتي مباشرة بعد المعسكري التدريبي الذي نظمت الاتحادية المرتانية للتيكواندو بالعاصمة السنغالية داكار تحضيرا للاستحقاقات الرياضية الدولية المغبلة في هذه الرياضة القتالية الأولمبية مشاهدنا للابات دولية بعد فاصل قصير بحولها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شهدنا الكرام أهلا بكم من جديد استقال عضو مجلس الوسراء الحرب الإسرائيلي بني جانيتس من حكومة بنيامين نتنياهو مما وجه ضربة لرئيس الوسراء الذي كان يحتفل بعملية لعادة نادلة لأربعة رهينا كانوا محتجزين في غزة وكان جانيتس قد أعلن خلال استقالاته من حكومة الحرب عن الإخفاق في الامتحان والفشل في استعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية وضاف الوزير الإسرائيلي أن المشترك في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية وضيفا أن الخروج من حكومة الحرب قرار معقد ومؤلم قرر الرئيس الفرنسي حل الجمعية الوطنية وإشراء انتخابات برلمارية مبكرة جراء نتيج الانتخابات الأوروبية التي تم الإعلان عنها مساء أمس وكان اليمين الفرنسي بقيادة جوردان باريدا فاز بالانتخابات الأوروبية في فرنسا بحصوله على نسبة تزيد على ثلاثين في المئة من الأصوات وهو ضعف ما حققه حزب رئيس إيمانويل ماكرون مما يشكل فشلا ذريعا لأغلبية الرئيس الفرنسي شاهدين المسائية انتهت سنعود ونذكر بعناوينها لمن فاتته رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يؤدي زيارة تفاقد وطلال نمائج من العتاد العسكري ضمن خطة تحديث هيكلة لشيش الوطني الجمعية الوطنية تصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتنمية تسير الجبائي والقدرة على السمود وتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية تسير الدفاع الوطني والداخلية المركزية اشترفاني على انطلاق المناورات الزبار العسكرية الهادفة لتعزيز قدرات عناصر الدرك الوطني مشاهدين شكرا لكم على كرم المتابعة المسائي انتهت أخبار الولايات بعد قليل وأحمد وللحسن تحية مني ومباقي فريق العمل إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة